طيب قبل برضو ما ادخل في مباراة ميدياما اطمن مع حضراتكم على تمرينة النهارده والحمد لله عندنا اخبارك وعيسا نقولها لكم على مدار الحلقة خلينا اقف مع قصة قصة وابطالها لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد لكن ما ترتب عليها هو اللي يهمني جدا نتكلم في القصة باختصار شديد جدا ومش عايز اخش في تفاصيلها انا لا اعرف او لم التقي لم اقابل السيد جمال علام رئيس اتحاد الكورت المصري وبيده الحقيقة يمكن كنا نتقابلنا يعني مناسبات مختلفة اثناء ما كان بيلعب كور بعد كده لما دخل مجال التدريب مجال الاعلام يمكن نتقابل يعني كل فين وفين ما فيش اي حاجة بتربطني بهم او علاقة لهم كل التقدير والاحترام طبعا لكن اليومين دول فيه خناقة دايرة قد تصل الى مرحلة المحاكم ما بين السيد جمال علام رئيس اتحاد كورت القدم المصري والكابتن احمد حسام ميدو او خلينا اقول بقى الاعلامي احمد حسام ميدو بما انه دلوقتي بيشتغل في مجال الاعلام القصة متعلقة بتعيين كابتن علاء نبيل الليه برضو كل التقدير والاحترام في منصب الموديل الفني الاتحاد الكورة وكان كابتن ميدو هاجم الاتحاد ويعني اعتدى لفظيا على سيد جمال علام وعلى اتحاد الكورة بسبب تعيين كابتن علاء نبيل مدير فني الاتحاد زعي من انه لا يملك رخصة رخصة البرو اللي تمكنه او تؤهله لتوالي المنصب ده طبعا كابتن علاء نبيل برضو الحقيقة قامة كبيرة جدا وتجربة اكتر من رائعة لكن مش دي قصة وقصة زي ما قلت حككم يمكن تتطور في بعض الناس تدخلت منهم اعضاء في مجلس دار اتحاد كورت القدم منهم بعض الاعلاميين منهم بعض اللاعبين يعني او المسئولين عشان يحاولوا يصفوا او يهدوا الاجواء معرفش هل فعلا ما تم التصريح به على الاستاذ السيد جمال علام انه هيلجأ للمحاكم لمقادات ميده على تصريحاته وعلى وصفه السيد جمال علام واتحاد الكورة بالكذاب وبالكذابين ولا لا مش عارف الامور تتطور فيه لكن اللي يهمني ردود الافعال بقى وهنا ده اللطيف في الموضوع اللي انا حابب اتكلم معه في لان الجمهور حقيقة في تعليقه او في متابعتي لتعليقات الجمهور الحقيقة الجمهور بقى مش عايز اقول فاضح لكن خلينا اقول كاشف كل حاجة كاشف كل حاجة الجمهور على فكرة يعني اللي بيحاول ان هو يستهين بذكاء الجماهير واللي حاول اللي هو بيتلعب يوم نمر واحد نمر واحد اولا في حالة اي صراع من اي نوع او مواجهة بين طرفين من اي نوع تتطرح على الرأي العام انا على طول كده ده مبدأي في الحياة انتظر نتيجة فاصلة يعني اما السيد جمال علام يقر ويعترف بانه كان فيه خطأ في تعيين الكابتن علاء نبيل اما الكابتن ميدو يعتذر علنا علنا مش خلف الابواب المولاقة ويقول انا غلطت في حق اتحاد الكرة وفي حق السيد جمال علام ده نمر واحد نمر اتنين خش بقى في التفاصيل تلاقي ان جمهور الكرة عارف خبائل الحاجات اللي بتتقل دايما في الكواليس واللي ما بتتقلش على الشاشات وما بتتقلش على القنوات ومتقلش في برامج الاعلام شغلين نفسنا بحاجات تانية كتير لكن تلاقي جمهور عارف كل التفاصيل عارف تفاصيل مين مع رخصة برو مين مع رخصة اي مين مع رخصة بي عارف قصة تصفية الحسابات عارف قصة ابن كابتن احمد ميدو اللي كان في ندي زد اللي كان بيتولى مسؤوليته كابتن علاء نبيل وتقال انه كابتن علاء نبيل كان سبب في رحيل ابن كابتن احمد حساب ميدو فدي تصفية حسابات عارف انه ليه كابتن ميدو مثلا ما طالبش الناس اللي موجودة في اتحاد الكرة ايه هي مؤهلاتهم او ايه هي شهاداتهم او ليه ما ابداش اعتراض على الاخفاق طلو والاخر اللي بيحصل في اتحاد الكرة زي ما تكلم على قصة تعيين كابتن علاء نبيل فلا تستهينوا وده اللي يهمني جمهور الكرت القدم في مصر من الزكاء بحيث انه كاشف لكل التفاصيل وعارف كل الاوراق ومدرك مين بيصفي حسابه مع مين ومين بيتعارك مع مين بغية فيه انه يحصل على جزء من التورطة او زي ما تقولوا كده بالبلدي المصالح تتصالح